كابتن حسين نتمنى لك التوفيق بكرا ان شاء الله قدام عمان بس كنا عايزين نسألك سؤال انت عندك وكيل في مصر معين او مدير اعمال او حاج مجارب District مجارب مجارب ب etcetera وهو كان في السبب من الدورات لنا ليدلسلين لأنه عدتنا كثيراً 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 وليس عدتنا وإن كان الموضوع على كده العالية لما طالبت أن تنسل الأمور وتعملت أنه ممتين مرة مرتين العالية على النوقع المعارضة المحسوس بأننا في الزمارك وعدت بشكل كويس وهو كان موجود مما تقللنا في العقد وقالوا إنه نغير العقد بعد فتر من 14 إلى 50 من دولاتي لأنه لأموه لم يشف شكله كده وده لأحفر لكن ده لأكبرش فترة عمل لأعيدها في مصر ولا أليه أي حد متحدث راش مجاسي أنا دعنا أنه أحد أتكلم بكالماً عن نفسي أنا طبعاً كنت مسافر ومهن كلها فأقفت على جناعة مواقع في النادي وكلام اللي قالوا أن أنا مش راجع وكلام ده ده مستحيح أنا طبعاً لأتفاقتي مع حاجة مع النادي وأعرض وأكلمت في وصف النادي وجوه النادي طبعاً إذا غير حاجة ومش عايزة غير ده طبعاً إنه موجود في مجلس الإدارة مش وانا بايل عنه أنا موجود حالياً مع المنتخب ومسافر أنا مستأذن من كاتين طريق سينيان وأعتقد إنه في جواب رسمي للمنتخب جي للنادي فأنا مفيش أي مشكلة أنا سافرت مراري بدون إذنة أو بدون أي عزر بالعسنة عندي منتخب زي أن كل اللي أعيد منتخب بلدها مفيش أي مشكلة من اللي حصلت ده أعتقد أنها تتخل النادي زي ما يقول الأجلين علي عقوب أو كذا أو كذا أنا مسافر أسمع منتخب وسافرت أجل المرأة الانبي وكل ده اللي حصل بالحطر البزيجة دي مش عارف يديد الحالات اللي يضطر ديه المشاكل لكن أنا طبعاً راجع مصر بعد الوقر إن شاء الله وأعتقد لما أرجع يكون الأمور عوضة حين أنا عوض مع النادي وأعوض مع الغدارة وأعوض مع مدارة اللي أنا كمّنتو كذا سامحاً ساكت بعمل يومين أو ثلاثيين تقريباً لما سمعت كل الحكاوة دي واضطفروا الأمور كلها وأعتقد دراجنا في شئين مشكلة إن شاء الله ونتمنى لك وعافية كثيراً إن شاء الله كثيراً برشو